مرحبا برج الجوزاء هذه قراءتك العامة رح ننقف فيها نظرة عامة على الصعيد المهني أو المالي عندنا أيضا الوضع الصحي العاطفي ورح نختمها بأي أخبار أنت تتوقعها أو ترتقدها في هذا الشهر وإيضا لدينا أول كرتين تبع الطاقة العامة لديك الكثير من الطاقة المائية وكرت الموت وهو أيضا برج العقرب أرى أنك كنت مستقر بسبب ملك الأكواب كنت مستقر على وضعك لفترة طويلة مرتاح فيه في الوظيفة في المال في الدخل كعندك نوع من الاستقرار ثابت على وضع معين لمدة طويلة ولكن هذا الوضع رح يتغير تغيير شامل تغيير جذري ولكن إيجابي أكثر الناس لما تشوف فكرة الموت تخاف أو تعتبره شيء سيء هو والبرج ولكن هو تغيير لابد منه أحس أنك صار لك فترة تنتظر تطورات معينة تأتيك على الصعيد المالي من أجل أن تحقق لنفسك الاستقرار الأسري الارتباط الشراكة كأنه في عندك شرط أن أول تحقق ذاتك تستقر ماليا من أجل أن تحقق الشراكة الفعلية على الصعيد العاطفي فالتغيير الشامل آتي لا محالة احتمال أن يضايقك شوي في البداية تعتبر أنه تغيير كبير في فترة بسيطة احتمال مثل الترقية تكون أو طلب زيادة على تجارتك على أعمالك على وجودك فرح تكون مثلاً لمشغول أنا كنت مرتاح في وضعك السابق رح تعتبر أنه كأنه يعرقل روتينك اليومي أو لأن هذا التغيير رح يأتي معه مسؤوليات زيادة سيكون له ثمن هو فعلاً سيأتيك بدخل زيادة استقرار زيادة حب زيادة في حياتك يفتح لك أبواب جديدة ولكن ستحس أنك أصبحت أيضاً مشغولة زيادة وراح شوي في البداية أحسك تقاوم التغيير لأنه وصلت لمرحلة ثبت فيها نفسك مرتاح مع نفسك مرتاح في وضعك الحالي كأنك تقول لا خلاص توقفنا عند هذا وهذا كفاية أحسك قانع هذه هي الكلمة قانع بوضعك ومن أجل ذلك لست متحمس ذاك الزود بشأن التغيير القادم في حياتك على صعيدك المالي أرى أن الأموال هذا لدينا كارت العدالة كارت برج الميزان ولكن أرى أن الأموال رح تأتيك من كذا جانب جانبين بالأحراب رح تأتيك من دخل ثابت أنت كنت دائماً متعود عليه وأيضاً رح يدفع لك أموال الناس كانوا مدينين لك فيها حتى مؤسسات كانت مدينة لك بأموال معينة أشخاص تدينوا منك رح تأتيك أموال تدفقهم مع بعض رح يحسسك أنك مش عارف إيش لنت تتصرف مش عارف توازن نفسك لأن أنت متعود مثل ما قلت لك أنت مرتاح مع نفسك متعود أن الأموال تأتيك طريقة معينة من أشخاص معينين ويقف الموضوع عند مبلغ معين ولكن تدفق الأموال من كذا جانب رح شوي أحسسك لفترة ما لأنه رح يبتدي ويكون بالنسبة لك بداية فرح شوي تفقد توازنك أحسك ورح تكون مثل اللي قاعد تقارن نفسك بالآخرين على الصعيد المالي رح تحس أن لديك الكفاية ولكن في نفس الوقت هي طاقة غريبة بالنسبة لك لديك الكفاية وتأتيك الأموال ولكن دائما قاعد تحس أنه ما عندك كفاية أنه لحد الآن ما وصلت إلى مرحلة النجاح قاعد تشوفه كفرصة أنك تستثمر تنمو الأوضاع قاعدة تتحسن في احتمال أنك شوي تكون متشائم أو شوي قاعد دائما عندك إحساس بالقلة ودائما تحس أن الآخرين يملكون أكثر منك ولكن هذا مجرد وهم لأن أنت اللي قاعد مثل اللي تفكر هاي التفكير أو تلقم نفسك هاي الطريقة من التفكير احتمال الناس اللي قاعد تتقارن نفسك فيهم لا يمكن أكثر منك وليس أداءهم أيضا أفضل منك ولكن كنت في مرحلة انتظار وما تستحقه والذي من حقك سوف يأتيك على الصعيد الصحي ما أشوف أنه عندك أي مشاكل كبيرة أي مشاكل جدية أي مشاكل يعني تستاهل أنك تقلق من أجلها ولكن أحسك غير راضي عن احتمال سلوب حياتك أو نمط نمط التغذية عندك شكل جسمك وزنك عندك شوية عدم ارتياح ومو كبير لدرجة أن يهدد سعادتك ولكن موجود بشكل صغير أشوفك تبحث عن التطوير والتحسين ودائما تفكر أن أنت في السابق كنت أفضل احتمال أنك في السابق كنت تتمرن تهتم بأكلك تعمل نوع من نواع الرجيم عندك نمط غذائي معين وإذا أنت خليث عنه فتحس حاليا أنك موف في أفضل حالة جسمانية ولديك أيضا ملكة السيوف وهي طاقة الأبراج الهوائية برج الدلو بالتحديد ممكن يكون أيضا نيزان أو أنت الجوزاء فأرى أنك أنت هذا عدم ارتياحك يجب عليك أن تأخذ قرارك بشأنه يعني حان الوقت أن أنت فعلا تبتدي في التغيير لأن طالما كنت أحلم فيه طالما كنت أحلم مثلا أو تقول أنك راح ترجع للجيم أو تعمل رجيم يوم الأحد قد دائما تقول أنك راح تعدل نمطك الغذائي حان الوقت التاري يخبرك حان الوقت لإحداث تغييرات كبيرة عشان أنت تكون مرتاح مع نفسك لأن هاي الطاقة تقول لك الناس مو مهتمين هذه عدم ارتياحك الشخصي من نفسك ليس حكم الآخرين هو ما يسبب لك عدم الارتياح وإنما نظرتك الشخصية لنفسك فإذا في أي شيء أنت ممرتاح معه في جسمك في تغذيتك في طريقة أكلك نظمة أحدث التغييرات وعليك أن تكون جاد مع نفسك إما تحدث التغييرات وإما أن تتوقف عن التأفف أو الملامة أو التدمر توقف عن التدمر يقول لك أحدث التغيير أو توقف عن التدمر على الصعيد الصحي على الصعيد العاطفي مثل ما قلت لك أنت رح تروح من خمس الخماسيات إلى ست الخماسيات طاقة أرضية عندك أو ترابية أرى أنه مثل ما قلت لك الأموال رح تظل تأتيك تتدفق إليك بشكل مستمر بشكل ثابت من كذا مصدر أشخاص مدينين إليك بالإضافة إلى دخلك المعتاد بالإضافة إلى شيء زيادة قاعدت تسوي تحاول أنك تدخل منه أموال الأموال رح تظل تأتيك ورح تتطور في شهر أبريل وتتحسن إلى درجة تحس فيها جدا بالاستقرار تحس فيها بالرفاهية يعني رح يتغير الحمد لله وضعك من الطاقة الأولية هذا الشيء رح يغير تفكيرك بخصوص العلاقات الحب رح تحس أنك أوكي حان الوقت أني أفكر بشكل جدي بالارطباط أني إذا كنت أنت الرجل احتمال أنك تبتدي توفر الأموال من أجل الارطباط أو الزواج أو رح تحس بثقة أكبر أنك تبدأ إعجابك تجاه شخص معين التقيت فيه واحتمال أنك تلتقي فيه أيضا في أبريل أرى أنه في أحد رح تقع عينيك عليه وإذا كنت أنت امرأة الجوزاء احتمال أن هذا الشيء التطور المهني أو المالي أو الاستقرار رح يخليك مستعد أكثر للحب متطلع أكثر للحب والارطباط والشراكة والابناء لدينا أيضا هاي الطاقة طاقة الأمومة رح تكون الاستقرار المادي بالنسبة لك هو اللي رح يدفعك أن تبحث عن أشياء مختلفة في الحياة مشاريع جانبية أو الشراكة كزواج وحب وعاطفة رح تكون جدا مستعد ومتطلع إلى المرحلة القادمة بإذن الله الأخبار القادمة إذا أنت أبدأت إعجابك أو أحد أبدأ إعجابه فيك فتأكد أن في الفترة القادمة في لقاء في لقاء عندك بشخص جدا مهم إذا كنت تنتظر لقاء معين بخصوص ترقية فتوقع الأفضل لأن اللي في هذا الكوب عندك الكوب الواحد رقم واحد اللي في هذا الكوب رح يفوق توقعاتك إذا كنت تنتظر احتمال خبر معين بخصوص ترقية مثل ما قلت لك رح يكون شهر أبريل شهر جدا مبشر بالخير الأشخاص اللي في محيط عملك أو تجارتك رح يلاحظون إبداعك رح يلاحظون فعلا يرون قيمتك أنت شخص صاحب قيمة بالنسبة لهم ولكن هاي الفترة بالذات رح يتأكدون من قيمتك في محيطهم وإذا كان اللي تنتظر حب أو علاقة عاطفية ففي مثل ما قلت لك بداية الاستقرار المادي رح إما أن تقع عينك على شخص أو شخص تقع عينه عليك أرى أن الشخص الثاني هو اللي رح يختارك مثل اللي ينظر إليك ويعرف أنه وجد الشريك المثالي لكي يبني معاه ويأسس معاه أسره ومستقبل وحيطه بعد ما يقع عليك أنت احتمال ما تكون متأكد عندك غصنين ما تكون متأكد بخصوص هذا الشخص نوايا أو مكانه في حياتك الكوب هذا هذا الشخص أداء في حياتك رح يفوق توقعاتك رح يكون أفضل من المكانة البسيطة اللي أنت حطيتها لها يعني أشوفك هنا أنت مستعد أنك تجازف من أجل الحب ولكن هذا الشخص متأكد من الحب يفوقك يعني في التأكد والعطاء يعني أنت احتمال ها يمكن ولكن هما بالنسبة له أن أنت الشخص المناسب وجودكم مع بعض يحس أن الشيء الصحيح يعني يحسك أن أنت السلمة تبعه رح أسحب لك الآن كارتين كارت واحد تبع النصيحة الشهر أبريد برج الجوزاء نصيحة أخيرة برج الجوزاء برج الجوزاء كيف تكون مثل ما قدت لك في البداية عندك الكثير من طاقة المائية طاقة المشاعر وأيضا برج العقرب أتوقع أن الرسالة لك لما يحدث عندك البزوغ يعني راح تظهر فعلا بوادر النجاحات المادية عندك لا تهرب أو تكون متشائم بخصوص الحب لأن الحب أرى أنه يأتي في طريقك بعد النجاح المادي بعد الاستقرار المادي بعد ما أنت تكون مرتاح ومستقر مع نفسك فعلا احتمال أن عدم ارتياحك من نفسك وجسمك هاي الفترة هو اللي يوقفك من تحقيق كل هذا الجانب جانب الاستقرار والحب والعاطفة فمجرد ارتياحك مع نفسك إحداث التغييرات اللازمة أرى أنه هي الكفيلة بأن تخليك مؤهل أكثر حتى لو الحبيبة والشريك سيأتي في طريقك أو أشياء ممتازة على الصعيد المهني رح تأتي في طريقك أن تكون مرتاح مع نفسك آثنتيك بالعربي يعني توقع المصداقية لما تكون مرتاح مع نفسك وواضح مع نفسك أنه فيه فعلا تغييرات من فترة أنت كنت تريد أن تعملها وحان الوقت أن تعملها رح تجلب بشكل أفضل الأمور التي تترقبها في حياتك ورح أيضا أتحب لك كرت تبع ما الذي يجب أن تعرفه يعني مثل خبايا الأمور أيضا لشهر أبريل همس الأرواح أو الروح الهامسة عزيزي الجوزاء هذا بالنسبة لي مثل كرت شبيه بالهاي بريستس مثل قريب من الهاي بريستس أو العالمة في أمور عندك عالقة احتمال من فترة أنت مخلي أمام نفسك شروط جسدية أما لازم أكون بشكل معين أو لازم أكون بمستوى ماضي معين أو لازم أوصل لترقية معينة من أجل أن أستحق السعادة هاي الكرت يطلب منك أن تعيد شوي تقييم الشروط اللي أنت وضعتها أمام نفسك من أجل أن تحصل على السعادة السعادة متاحة لك في أي وقت تحت أي ظرف أنت فعلا عندك طاقة إيجابية رايح نحو الأفضل ولكن مش شرط أنك ما تبتدي تحس بالسعادة من الآن وتبتدي فعلا تعيش أنك سعيد كأنما أنت ملكة الأشياء اللي فعلا آتيها في طريقك قبل أن تأتي وأيضا لديك نوع من القيادة الروحانية أو الربانية مثل ما نقول نحو هدفك فكون مرتاح عزيزي برج الجوزاء في شهر